اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على العلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة منوها سموه بما وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين من مستويات متقدمة في مختلف مساراته بفضل ما يحظى به من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية جاء ذلك لدى حضور سموه اليوم في إطار حضور سموه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ حفل الاستقبال الذي أقامه فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لكبار المشاركين في المؤتمر حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وتمنيات جلالته لجمهورية مصر العربية الشقيقة بالمزيد من التطور والازدهار ونوه سموه بأوجه التنسيق القائم بين البحرين ومصر على كافة المستويات والذي يعكس متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين لافتا سموه إلى النجاح الذي حققته جمهورية مصر العربية الشقيقة في استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 وأثنى سموه حفظه الله على الدور المحوري لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حماية الأمن القومي العربي وجهودها الفاعلة في تعزيز أسس السلام والاستقرار والأمن مشيدا بجهود فخامة الرئيس المصري فيما تشهده بلاده من تطور وتقدم في مختلف مسارات التنمية متمنيا لمصر الشقيقة المزيد من النماء والازدهار وتم خلال اللقاء استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر